بتلاميذ الصف الخامس الإجتدائي أهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات الفصل الدراسي الأول وهو التقريب التقريب هو جزء أهم في الرياضيات وهو إزالة عدد كبير وتحويله إلى عدد صحيح أو كسر عشري التقريب من أسهل الحاجات في الرياضة أنا أقسم الأعداد اللي أنا أقولها لكم دلوقتي 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 دي أعداد اللي إحنا نشتغل عليها في التقريب أهو معايا دي الأعداد اللي إحنا نشتغل عليه أنا أقسمه على 2 دي من صفر لغاية 4 دي اسمها أعداد بخيلة أعداد إيه؟ بخيلة طيب من 5 لغاية 9 دي اسمها أعداد كريمة يعني أعداد بخيلة ويعني أعداد كريمة هناخد مسائل عشان نفهم اللي إحنا هنقوله الأعداد دي لنما بتيجي في المسألة وقاجي أقرب ما بتديش لكن الأعداد اللي هي إيه؟ 0, 1, 2, 3, 4 طيب الأعداد اللي هي الكريمة اللي هي 5 و 6 و 7 و 8 و 9 دي بتدي هندي أمثلة دي الوقت احنا ناخد الأول التقريب لأقرب وحدة ركزوا معي أو أنت تفهموه خالص أولا لما يديني سأل مثلا يقول لي إيه؟ قرب لأقرب وحدة العدد ده ثلاثة صحيح علامة عشرية خمسة اتنين واحد اللي قرب العدد ده لأقرب وحدة لأقرب إيه؟ وحدة أعمل إيه؟ أنا أشوف لما يكون لأقرب وحدة أشوف العدد اللي يمين العلامة مباشرة يمين العلامة مباشرة يعني العلامة هي وأشوف نهود لو عندي أعداد بخيلة يعني أقول له لو 0, 1, 2 ثلاثة أربعة ماشي؟ دي ما بتديش العدد الصحيح واحد بمعنى إيه؟ طيب أفهمكم تانو برضو لو أنا عندي خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية أو تسعة اللي هو يمين العلامة العشرية اللي هو في المنطقة هنا الخمسة دي أروح شايل الكسر العشر ده خالص واروح الخمسة دي كريمة تدي الثلاثة واحد هتساوي قد إيه؟ دي اسمها العلامة دي اسمها يساوي تقريبا يبقى هتديني كام؟ هتديني أربعة نشرح مثال تاني ومثال تاني ومثال تاني ركزوا معي بس لما يقول لي مثلا أني خمسة وتسعين و ميتين تمانية وعشرين من ألف بيقول لي قربها لأقرب وحدة لأقرب وحدة أو لأقرب عدد صحيح لأقرب وحدة هي هي أقرب عدد صحيح أنا قلت أبص على مين أشوف مين أول عدد بعد العلامة مباشرة لو لقيته صفر أو واحد أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة يبقى أنزل العدد الصحيح زي ما هو ليه؟ لأن دي أعداد بخيلة ما بتديش لكن لو لقيت العدد اللي بعد العلامة مباشرة خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية أو تسعة يبقى أنا على طول دي أعداد كريمة بتدي العدد الصحيح واحد وأزيل إيه؟ الكسور العشرية ديت أو الأعداد العشرية ديت طيب أنا أشوف هناك اللي اتنين دي بخيلة ولا كريمة؟ لا اللي اتنين دي بخيلة يبقى إذن أزيل ده وأنزل العدد الصحيح زي ما هو لأن اللي اتنين بخيلة ما بتديش يبقى بقيت إيه؟ خمسة وتسعين يبقى أنا كده هو اتخذت التقريب لأقرب وحدة أو لأقرب عدد صحيح العلامة دي اسمها يساوي تقريبا أنا عندي الأعداد زي ما قلت لكم دلوقتي عندي مقسمها لحتين أعداد بخيلة وأعداد إيه؟ وأعداد كريمة العدد البخيلة اللي هي صفر واحد اتنين تلاتة أربعة دي ما بتديش العدد الصحيح واحد بالعدد الصحيح بينزل زي ما هو طيب الأعداد الكريمة اللي هي خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة دي بتدي كريمة طبعا بتدي العدد الصحيح واحد أو بنزود واحد على العدد الصحيح ناخد مثال تالت لما يقول لي مثلا إيه؟ دي تلاتة وعشرين واحد من ما إيه؟ بتساوي تقريبا إيه؟ أنا قلت أشوف العدد اللي بعد العلامة وبشارة اللي يمين العلامة وبشارة ده تقريب لأقرب وحدة لأقرب وحدة الصفر يدي ولا ما يديش الصفر ده بخيل من العدد إيه؟ البخيلة يبقى إذن أشيل ده خالص وأكتب العدد الصحيح زي ما إيه؟ زي ما هو تلاتة وعشرين طيب ناخد آخر مسهل بالنسبة للتقريب لأقرب وحدة لما يقول لي مثلا إيه؟ تسعة وتمانين و واحد وتسعين من وقية قربها الأقرب وحدة أعمل إيه؟ أبص على مين؟ على الرقم اللي بعد العلامة مباشرة التسعة كريمة ولا بخيلة؟ لا التسعة كريمة يبقى التسعة هتدي العدد الصحيح ده؟ هتديه إيه؟ هتديه واحد هتديه واحد يبقى التسعة وتمانين هتبقى إيه؟ هتبقى تسعين يبقى إحنا كده خدنا التقريب لأقرب إيه؟ لأقرب وحدة هناخد دلوقتي حالا التقريب لأقرب جزء من عشرة نفس القصة بتاعة التقريب لأقرب وحدة هي هي التقريب لأقرب جزء من عشرة يعني مثلا لو قال لي إيه؟ تلاتة صحيح و مئتين خمسة وسبعين من ألف عايزها نقربها لأقرب جزء من عشرة لأقرب لأقرب أهم جزء من عشرة أعمل إيه؟ هنا هو في الحالة دي عندما يقر إ haters يقرب لأقرب جزء من عشر يبقى إنا أريد العدد أزوجه بعض الجزء من عشرة هى إذا هي الإطلاق من عشرفة predicting والجزء من ألف هذه الإطلاق من عدد البخيلة إذن يدعي منياً إذن للعدد أزود واحد على جزء من عشرة ثاني لو من الأعداد البخيلة يعني مثلا وحنا أخد أمس دلوقتي هنزل دي زي ما هو لكن لو من الأعداد الكريمة هزود على الجزء من عشرة واحد من عشرة طب السبعة ده بخيل ولا كريم؟ لا طبعا السبعة دي كريمة من الأعداد الكريمة يبقى إذن دي هتزود العدد اللي هو الجزء من عشرة واحد هتوبى دي كام؟ تلاتة و تلاتة من عشرة تلاتة و تلاتة من عشرة ليه؟ لأن السبعة دي كريمة عطت اللي اتنين من عشرة واحد بيجيت كام؟ بيجيت تلاتة من عشرة ناخد مثال تاني من يقول لي مثلا إيه؟ خمسة وستين صحيح و متين تلاتة واربعين من ألف قربها للأقرب جزء من عشرة لأقرب جزء من عشرة لما يكون لأقرب جزء من عشرة يبقى أنا أعمل إيه؟ أروح أشوف الجزء من مية الجزء من مية لأن ده جزء من عشرة جزء من مية جزء من ألف أشوف الجزء منين من مية طب الجزء من مية دي أربعة الاربع كريمة ولا بخيلة احنا قلنا ان الاعداد الكريمة البخيلة صفر وواحة اتنين تلاتة اربع الاعداد الكريمة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة طب دي اربع من الاعداد البخيلة يبقى نزل دي زي ما هي هتوبها خمسة وستين صحيح اهو واثنين من عشر ناخد مثال تالت انه بيقول لي مثلا ايه هنا اهو تسعة واحد وثلاثين من الف تسعة واحد وثلاثين من ايه من الف انا عايز اقربها لأقرب جزء من عشرة اشوف تاني رقم بعد العلامة اللي هو اشوف الجزء من مية التلاتة بخيلة ولا كريمة لا التلاتة بخيلة يبقى اذا نتنزل تساوي تقريبا هو تسعة من عشرة تسعة من ايه من عشرة يبقى انا كده هو اتخذت التقريب لأقرب واحدة أو واحد صحيح التقريب لأقرب جزء من عشرة وهناخد دلوقتي حالا التقريب لأقرب جزء من مية التقريب لأقرب جزء من مئة التقريب لأقرب جزء منين من مئة طبعا نفس الكلام اللي بيحصل في التقريب لأقرب واحدة أو التقريب لأقرب جزء من عشرة هناخد نفس الكلام التقريب لأقرب جزء منين من مية لما يقول لي مثلا إيه 21 صحيح و259 من 1000 بتسوى تقريبا أنا عايز أقربها لأقرب جزء من 100 جزء من 100 لما أنا دي جزء من 10 ودي جزء من 100 ودي جزء من 2 من 1000 لما يقول لي قرب لأقرب جزء من 100 يبقى أشوف العدد التالت بعد العلامة أشوف العدد التالت بعد العلامة تاني لما يقول لي قرب لأقرب جزء من 100 أشوف العدد التالت بعد العلامة قد العلامة هي قد العدد الأول التاني التالت التسعة بتدي ولا متديش بخيلة ولا كريمة لا التسعة كريمة يبقى هتدي الخمسة هتديها إيه هتديها واحد يبقى الخمسة ده تبقى كام ستة تبقى واحد وعشرين وستة وعشرين من ألف اهو واحد وعشرين صحيح وستة وعشرين من ألف ده التقريب لأقرب جزء منين من ما 26 ماء 21 صحيح و 26 ماء يبقى عندي هنا 21 و 259 من ألف التسعة كريمة ولا بخيلة لا التسعة كريمة هتدي الخمسة الخمسة تب كم ستة تب 21 و 26 ماء 21 و 26 ماء ناخد مثال تاني 33 صحيح و خمسمية واحد وسبعين من ألف بتسوي تقريبا أنا عايز أقرب دي لأقرب جزء من مئة أنا قلت لما أجي أقرب لأقرب جزء من مئة أعمل إيه أشوف العلامة وعد الرقم التالت بعد العلامة الرقم التالت أدي واحد اثنين ثلاثة الواحد ده بخيل ولا كريم الواحد ده بخيل يبوا إذن أنزل العدد ده زي ما هو يعني هتوبة تلاتة وتلاتين و سبعة وخمسين من مئة تلاتة وتلاتين و سبعة وخمسين من مئة يبقى أن كده قربت لأقرب إيه لأقرب جزء من مئة ناخد المثال تالت لما يقول لي مثلا إيه تمانية وستين و أربعمية ستة وتسعين من ألف بتسوي تقريبا إيه أنا عايز أقربها لأقرب جزء من مئة لأقرب جزء من مئة ركز معي في المسألة دي أنا قلت لما أجي أقرب لأقرب جزء من مئة أعمل إيه أشوف العلامة وعد الرقم التالت بعد العلامة طب الستة دخيلة ولا كريمة لا الستة دي كريمة يبقى هتدي دي إيه ها هتبقى دي دي هتدي واحد صح يعني أنا هزود هنا واحد التسع واربعين من مئة لما أحط لها واحد أزود واحد عليها هتبقى كام هتبقى خمسين من مئة يعني هتبقى كده هو الناتج بتاعها تمانية وستين صحيح وخمسين من مئة أو خمسة من عشرة الصفر من ناحية اليمين في الكثور العشرية أو في العداد العشرية ليس له أي قيمة ممكن أقول خمسين عادي ما فيش مشكلة ممكن أقول خمسة من عشرة طبعا كده إحنا خبنا التقريب وأتمنى إن كنتوا تكونوا استفدتوا وأنا تحت أمركم في أي سؤال وعملوا لي اشتراك أو سابسكرايب وفعلوا زر الجرس على قناة مصر للتعليم الابتدائي وإلى اللقاء في درس آخر ومع السلامة